الشيخ صارح يعني هذا الباب العظيم باب من الإيمان بالله الصبر على قدار الله لما كان الصبر من ركائز الإيمان نعم الذي ليس عنده صبر ليس عنده إيمان فالمؤمن الذي يعلم أن المصيبة من الله يرضى ويسلم كما قال علقمة يرضى ويسلم لأنها من الله وما كان من الله فهو رضا لا يتسخط وأيضا هو إصابه بذنبه فيتوفل الله عز وجل بدلا يسخط ويتلوم وما أشبه ذلك فالعقوبة تكون منحة من الله قد تكون منحة وقد تكون محنة فالذي يصبر تكون له منحة والذي لا يصبر يجزع تكون محنة له